كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في دزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة وهو رجل حنبلي حقيقة الناس يقولوا وهابية ليس هناك مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي ومن كان يحترم مذهب الإمام أحمد بن حنبل فلابد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء طبعا يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا كما نخالف بعض العلماء وليس من الضروري أننا أخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام بن تيمية أو الإمام بن القيم أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام بن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام بن القيم بصفة خاصة ولكن أخالفهما في بعض الأشياء إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة ضلة أو دعوة منحرفة لا recommendation شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر